السلام عليكم أعزائي تلاميذ السنة الثانية ثانوي شعبة رياضية زائد تقنية رياضي وعلوم تجريبية ومرحبا بكم في قناتكم فيزياء واحد اثنين ثلاثة ثانوي التي ستسهل لكم بإذن الله مادة العلوم الفيزيائية لهذا العام والعام المقبل بحول الله موضوعنا اليوم هو ملخص درس عمل قوة ثابتة وهو من أهم دروس مجال الميكانيك والطاقة وسأحاول من خلال هذا الفيديو أن أشرح لكم ما يجب أن تعرفوا حول هذا الدرس باختصار إن شاء الله الآن أبدأ على بركة الله أدعو كل من لم يشترك بعد في قناتي أن يشترك ويفعل زر الجرس لكي لصله كل جديد وفضلا وليس أمرا إن استفدتم من فيديوهاتي ديروا لي في كل مرة جام مع تعليق مشجع لملا لكي نقدم لكم الأفضل إن شاء الله عمل قوة ثابتة القوة الثابتة هي القوة التي تحافظ على منحها جهتها وشدتها وطبعا في برنامجكم يوجد فقط دراسة القوة الثابتة أو سنجد فقط أعمال القوة الثابتة ودرس عمل قوة ثابتة ينقسم إلى جزئين أولا عمل قوة ثابتة في انتقال مستقيم ثم ثانيا عمل قوة الثقل في هذا الفيديو سنشرح لكم عمل قوة ثابتة في انتقال مستقيم قلنا قوة ثابتة في المنحة في الجهة وفي الشدة والانتقال المستقيم معناه الجسم ينتقل وفق مسار مستقيم ليس منحني وليس دائري هذا المسار المستقيم يتحرك جسم صلب وفق هذا المسار نمثله هكذا حيث ينطلق هذا الجسم من الموضع A ليصل إلى الموضع B طبعا جهة الحركة من A إلى B نمثلها ها هي جهة الحركة طبعا شكل بدون جهة الحركة ليس له معنى دائما في التمرين يقرأوا وفهموا الجسم إلى أي اتجاه في أي اتجاه فون يتحرك تؤثر على هذا الجسم هذه القوة F وهي مثلا قوة الجر معنى هنا جر الجسم هكذا بهذه القوة ليتحرك من A إلى B ثم الآن العمل لترابع بالفرنسيين وبالإنجليزيين وورك رمز العمل هو W نسبة إلى اسمه بالإنجليزية وورك أقرأ عمل القوة F هكذا رمزه وهنا ماذا سأكتب؟ المسافة التي يقطعها هذا الجسم من A إلى B عمل القوة F عندما ينتقل الجسم من A إلى B ماذا تساوي؟ تساوي إلى يساوي فون شدة القوة F في المسافة التي سيقطعها إن رمزنا هنا بطبعا لها بأبي في كوسينوس زاوية وهي الزاوية المحصورة بين شعاع القوة F وشعاع الانتقال أبي شعاع القوة F وشعاع الانتقال أبي نوجه هذا شعاع أبي الآن كيف نعين هذه الزاوية أو أين هي؟ شعاع القوة F هذا هو ونرسم من بداية هذا الشعاع مستقيم بنقاط متقطع يوازي A B وله جهة هي نفس جهة الحركة معناها من A إلى B هكذا والزاوية هذه هي هذه الزاوية إن رمزنا لها بألفا ستصبح عبارة العمل F في أبي في كوسينوس هذه الزاوية ألفا ثلان F هذه هي شدة القوة هذه وحدتها هي نيوتن نكتب شدة القوة بنيوتن هكذا أبي هو الانتقال أو المسافة المقطوعة هذه المسافة أو الانتقال يجب أن تكون بالمتر ثم كوسينوس هذه ألفا أو الزاوية أف أبي بدون وحدة يبقى عمل القوة F هذا وحدته الجول WF عمل القوة بألجول هكذا جهة الوحدة التي تتماشى مع هذا القانون ثم الآن نكتب ملاحظة لاحظوا الآن هذين الشكلين هذا الشكل هو تماما الشكل الذي رسمته في الأول وهذا الشكل نفس الجسم جهة الحركة هي نفسها من A هنا إلى B وهنا كذلك هكذا من A إلى B فقط جهة القوة هي التي تغيرت الآن في كلتا الحالتين سنحسب عمل القوة F عند الانتقال من A إلى B بالعبارة F في A B في كوسينوس الزاوية طبعا المحصورة بين شوعة القوة F وشوعة الانتقال A B هنا أين هي الزاوية وهنا أين هي الزاوية هنا طبعا بنفس الطريقة السابقة من مبدأ القوة جهة الحركة نروح في نفس جهة الحركة هكذا ندير هكذا شوعة الانتقال من A إلى B هنا كذلك من A إلى B ها هي الزاوية إن سميتها ألفة واحد هذيه الآن ألفة واحد زاوية حادة ألفة واحد زاوية حادة وكوسينوس الزاوية الحادة كيف سيكون؟ كوسينوس ألفة واحد يكون موجب كبار من السفر إذن كوسينوس هذا موجب وبالتالي WF في هذه الحالة لما تكون زاوية حادة يكون موجب كذلك WF عند الانتقال طبعا من A إلى B يكون موجب ونسميه نسميه عمل محرك WF هذا هو عمل محرك والقوة المطبقة F هي قوة محركة كذلك قوة محركة لما تكون الزاوية حادة كوسينوس تحيكون موجب وبالتالي العمل سنجده موجب وعمل موجب نسميه عمل محرك وتلك القوة نسميها قوة محركة الآن ننتقل إلى الحالة الثانية ونعين أين هي هذه الزاوية المحصورة بين شعاع القوة وشعاع الانتقال لاحظوا شعاع الكوة من مبدأ الكوة سأرسم مستقيم بنقاط متقطعة سيوازي المسار ويكون في نفس جهة الحركة معناه نروح هكذا نرسم طبعا مع بعض هذا المستقيم الموازي للمسار ويتجه في نفس جهة الحركة معناه هكذا إذن أين هي الزاوية المحصورة بين شعاع القوة وشعاع الانتقال هي هذه الزاوية إن سميناها ألف ثنين وكما تلاحظون الزاوية ألف ثنين قيسها أكبر من تسعين درجة إذن ألف ثنين هي زاوية نسميها منفرجة وكوسينوس الزاوية المنفرجة هنا ألف ثنين يكون سالب وبما أن كوسينوس هذا عدد سالب وهذه مقادر موجبة طبعا إذن WF في هذه الحالة الثانية عند الانتقال من A إلى B يكون سالب ونسميه عمل مقاوم لما يكون سالب نسميه هذا العمل مقاوم وهذه القوة في هذه الحالة هي قوة معيقة معيقة للحركة أو معارقلة للحركة أو كذلك نسميها بقوة مقاومة كذلك نقل الآن إلى دراسة الحالات الخاصة خلال الآن دراسة هذه الحالات الخاصة سنستنتج عبارة عمل قوة الاحتكاك عمل قوة رد الفعل عمل قوة الجر إلى آخره فقط تابعوا هنا يتحرك جسم على طريق أفقية طبعا عند قراءتكم للتمرين معينة انتبهوا إلى كل كلمة من التمرين أول شيء سأمثل هذه الطريق الأفقية ها هي الطريق الأفقية أمثل الجسم المتحرك هكذا ها هو ثم قيل لطريق أفقية خشنة لما تسمعون كلمة خشنة معنى يوجد احتكاك قوة الاحتكاك نرمز لها بـ F تحت تأثير قوة الجر F هكذا حاملها يوازي المسار ثم أوجد عبارة عمل كل قوة عمل كل قوة مؤثرة على الجسم أول شيء هو التمثيل هذه القوة المؤثرة على الجسم وقبل أن أبدأ التمثيل قلت لكم دائما نعين جهة الحركة مثلا نقوم بأخذ هذه فن هكذا جهة الحركة إن رمزنا للانتقال كذلك هنا بـ A B سنبدأ الآن بتمثيل القوة بتمثيل قوة الاحتكاك F وقوة الاحتكاك F دائما عكس جهة الحركة معناها هي جهة الحركة الجسم يتحرك من A إلى B وقوة الاحتكاك سنمثلها عكس جهة الحركة هكذا قوة الاحتكاك نربز لها بـ F ها هي سأظهرها جيدا ها هي طبعا إن مثلتمها هكذا ليس خطأ ثم ننتقل إلى قوة الجر F ماذا قيل لنا عن قوة الجر F حاملها يوازي المسار وقوة الجر جنرالما أو في جميع الحالات تكون في نفس جهة الحركة يحاملها يوازي المسار نقطة التطبيق أو نقطة التأثير هنا سأمثل قوة الجر هكذا وجهتها هي نفس جهة الحركة F هكذا ما هي القوة الآن التي لم أمثلها بعد هي قوة ثقل P طبعا من مركز الجسم هكذا ها هي ثقل P مع رد الفعل دائما طبعا عمودي على السطح رد الفعل R هكذا ها هي القوة الأربع المؤثر على هذا الجسم خلال حركته من A إلى B ونحن سنبحث عن عبارة هذه الأعمال القوة الأربع نبدأ نبدأ بعبارة عمل قوة الجر F لما يكون حاملها يوازي المسار معنا لا تكون مائلة هكذا مثل الحالة الأولى إذن W F عند الانتقال من A إلى B يساوي ماذا دائما القانون نفسه F في الانتقال أو المسافة A B في كوسينوس الزاوية المحصورة دائما بين شوعة القوة F وشوعة الانتقال A B هكذا أين هي هذه الزاوية قلنا من بداية هذا الشوعة أرص مستقيم يوازي المسار وهنا بما أن F هكذا حاملها يوازي المسار فأتحصل على هذا والزاوية هذه هي سفر إذن الزاوية هذه تساوي إلى سفر الدرجة وكوسينوس سفر يساوي إلى واحد هكذا هذه الزاوية هي السفر وكوسينوس سفر قلنا يساوي إلى واحد إذن عبارة W F عند الانتقال من A إلى B تساوي إلى F في AB في واحد معناه مباشرة F في AB هيا لما يكون لديكم قوة حامل وها يوازي المسار ولها نفس جهة الحركة إذن عبارتها مباشرة W F F في AB لما يكون لديكم هذه الحالة بدون أن تمر بهذه الخطوات ديركتما W F F F F F AB ننتقل الآن إلى عبارة عمل قوة رد الفعل R هذه W R عمل قوة رد الفعل عند الانتقال من A إلى B يساوي إلى قيمة قوة رد الفعل R طبعا القانون العام هو نفسه فقط تختلف القوة ويختلف طبعا تسمية الانتقال والزاوية هنا القوة هي R إذن W R عند الانتقال من A إلى B تساوي إلى R شدة قوة رد الفعل في الانتقال AB في COS R AB الزاوية المحصورة بين شعاع قوة رد الفعل و المسار أو شعاع الانتقال عدي أين هي هذه زاوية لاحظوا ها هو هي قوة رد الفعل إذن بنفس الطريقة في مبدأ الشعاع سأرسم مستقيم بنقة متقطعة يوازي المسار وله نفس جهة الحركة معناه هذا إذن رد الفعل دائما كما قلنا عمودي على المسار إذن قيس هذه الزاوية هو 90 درجة وكوسينوس 90 درجة يساوي إلى السفر معناه عمل قوة رد الفعل ماذا يساوي يساوي دائما إلى السفر WR يساوي في جميع الحالات إلى السفر لأن عمل قوة رد الفعل دائما عمودي على المسار عمل الآن قوة الاحتكاك F هذه ماذا يساوي العبارة العامة WF عمل قوة الاحتكاك عند الانتقال من A إلى B تساوي إلى شدة القوة F شدة قوة الاحتكاك الآن في المسافة أو الانتقال A B طبعا جدا أضع نقطة وأضع في C في كوسينوس الزاوية المحصورة بين شعاع القوة دائما F مع الانتقال A B الآن سنبحث عن هذه الزاوية أين هي الزاوية شعاع القوة هذا هو والانتقال هذا هو هنا لا أحتاج إلى التمثيل المستقيم من بداية الشعاع أرسم مستقيم يوازي أو ينطبق على الانتقال وله نفس جهة الحارة إذن الزاوية هي هذه الزاوية التي قيسها 180 درجة التي ستسميتمها ونسميها الزاوية المستقيمة 180 درجة أو P راديا بما أن هذا كله موجب نضربه في ناقص 1 إذن ناقص دائما عمل قوة الاحتكاك يساوي ناقص شدة قوة الاحتكاك F في الانتقال A أو أو تسمية أخر إذن هكذا نحسب دائما عمل قوة الاحتكاك لا يتتغير عبارته طبعا عند الانتقال من A إلى با لحسب المسافة الموجودة هنا دير التسمية دونك عمل قوة الاحتكاك قلنا لا يتغير وتمثيل قوة الاحتكاك دائما حاملها ينطبق أو يوازي المسار وهي معاكسة لجهة الحركة في جميع الحالات وعبارة عملها هي هذه ثم أخيرا عمل قوة الثقل B سنكتب القانون العام W P طبعا في هذه الحالة عند الانتقال من A إلى بها هي قوة الثقل B تساوي إلى شدة قوة الثقل B في الانتقال A B في كوسينوس B A B زاوية المحصورة بين قوة الثقل والانتقال A B أين هي هذه الزاوية ها هي قوة الثقل دير هكذا نقاط ها هي إذن ها هي الزاوية القائمة معناه هذه الزاوية قيسوها 90 درجة كذلك مثلها مثل الزاوية بين قوة رد الفعل مع المسار إذن كوسينوس 90 درجة يساوي إلى السفر إذن WP في هذه الحالة عمل قوة الثقل يساوي إلى السفر هنا الآن فقط WP يساوي إلى السفر في حالة ما إذا كان المسار مستقيم أفوقي فقط سنتطرق إلى عمل قوة الثقل في الحصة القادمة إن شاء الله إلى هنا وصلنا إلى نهاية حصة اليوم زاوية تلامينا أتمنى أن تكون مفيدة لكم إلى حصة قادمة إن شاء الله